روح لي ديانا نقول لك صباح الخير ديانا صباح النور نتعودين أن نسمع الأخبار الكويسة في الفترة الأخيرة وسمعنا أمور كثيرة لكن هل فعلا في لقاحات جديدة هذا الأسبوع؟ صباحك صباح النور خليل وهدى واتينا أيضا أكيد في عنا أخبار إيجابية هذا الأسبوع هل مرة من السعودية؟ خلينا نتعرف ونشوف تفاصيل هذا الخبر كما في العالم مشاهدين كذلك في السعودية تقوم الجهات المعنية بتواصل جهودة للتصدي لجائحة كورونا كوفيد-19 والبحث عن لقاح وأوضحت وزارة الصحة أنه تم وضع خطة عمل لتنفيذ تجربة سريرية في المرحلة الثالثة للقاح ضد فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع شركة كانسين والصينية والتي تمكنت أيضا من تطوير لقاح ضد الفيروس حيث نفذت نفذ التجارب للمرحلة الأولى والثانية في الصين ونظرا لنجاح تجربتان الأولى والثانية واللي ما أظهرته من فاعلية عالية للقاح مع ظهور أجسام مضادة للفيروس ببلازما المتطوعين واستجابة مناعية جيدة تستعد اليوم السعودية بثلاث مدون رئيسية لتنفيذ وبدء الدراسة التي ستضم خمسة ألاف متطوع كحد أدنى من الأصحة بحسب وزارة الصحة السعودية وأشارت وزارة الصحة أيضا إلى أن العمل يجي حاليا نتهيئة وإجاء الاستعدادات للبدء في ثلاث مدون رئيسية ضمن أربع تجمعات صحية هي الرياض والدمام ومكة المكرمة وذلك في أربع تجمعات صحية أخرى ومستشفيات معنا عبر سكايب استشاري الصحة العامة وعالم الأوبيئة دكتور مجدي طوخي أهلا بك دكتور مجدي صباح الخير اليوم يمكن أخبارنا إيجابية ونحن على مدى الشهور الماضية كنت دائما معنا عم بتواكب كل مستجدات فيروس كورونا والجائحة ولكن اليوم خبرنا غير كلمنا أكثر عن أهمية توصل السعودية للمرحلة الثالثة من التجارب للقاعة ضد فيروس كورونا ما هي أهمية هذه المرحلة بالنسبة لحل المشكلة من الجذورها بسم الله الرحمن الرحيم طبعا إنتاج لقاح أو مصل هو يعتبر من أعقد الأمور البيولوجية التي تم في المعامل وهي عملية معقدة تأخذ وقت طويل في العادة بين 4 إلى 5 سنوات لأي مصل أو أي لقاح وبالتالي ما تم الآن أو ما يتم في العالم من تسرع وإسراع وبدل مهام كبيرة ووضع أموال ضخمة للإسراع في إنتاج المصل هذا يعتبر إنجاز كبير للمملكة ولجهود وزارة الصحة وبالتالي الآن إحنا في تحدي كبير للحصول على مصل آمن وصحي جيد يعني المهم في المصل إنتاج يكون فيه نتأكد إنه آمن لأنه استعمال الأمصال عادة إن كان فيها أي شوائب أو أي مشاكل غير أمنية وصحية بتسبب مشاكل في المواليد وغيره وبالتالي الخطوة اللي قامت بها المملكة وزارة الصحة هي خطوة جريئة ومهمة لمواجهة التحدي اللي حاصل الآن في المملكة والعالم على الرغم إنه الإحتياطات الاحترازية والصحية في المملكة قوية وهناك انخفاض في عدد الحالات المسجلة وعدد الحالات الحرجة وأيضا عدد الوفيات هذه عامل إيجابي لكن الحل الأخير في ظل عدم وجود عقار أو دواء صريح لمعالجة الكورونا أو كوفيد 19 هو إنتاج المصر وبالتالي الإسراء في الخطوة المرحلة الثالثة زي ما اتفضلت أنه المرحلة الأولى والثانية تمت فيها الصين والمرحلة الثالثة بتتم الآن على خمسة ألاف متطوع كحد أدنى وبالتالي حيكون بيقسموهم إلى دفعتين دفعة بتاخد اللي يسمونه البلاسيبو والدفعة الأخرى بتاخد جرعات منخفضة هذا مهم جدا أولا للسلوك النفسي والراحة النفسية للمواطن وبالتالي بيؤدي إلى ارتياح كبير أنه على الأقل هناك جهود مبدولة واحتمال يكون مصل في القريب العادي وبدأنا يعني بدأت أخبار اللقاحات تتوارد يعني كل يوم بيوم من دول عدة وكافة أنحاء يعني كافة الدول في العالم تحاول للتوصل لهذا اللقاح اليوم بالنسبة للنظريات الأخيرة وبعض نتائج الدراسات لأثبت التحور الفيروس في الأشهر الأخيرة هل يؤثر ذلك على فاعلية اللقاح أم أن التحور هو بسيط عبارة عن عدد قليل من أحرفه الوراثية ولا يؤثر على فاعلية اللقاح هذا صحيح التحور هو بسيط وهناك كثير من المصابين تكونت عندهم طبعا مناعة نتيجة لوجود الأجسام المضادة والإصابة وهناك يعني مناعة بتتم تلقائيا كما ذكرنا سابقا من المصابين بالإنفلونزا العادية لأنه الكورونا وأخواتها هناك ثلاث أنواع من الكورونا المارس والكوفيد والصارز وهناك أيضا أربع أنواع من الإنفلونزا الموسمية بتشترك مع الكورونا في نفس الصفات وبالتالي من أصيب بالإنفلونزا العادية أو الموسمية بتتولد عنده شبه مناعة وبتكون عنده أجسام مضادة وبالتالي بيكون الإصابة خفيفة وهذا تفسير ما يحصل الآن كثير من الناس تتساءل ليش هذا الشخص عنده إصابة خفيفة والتاني متوسط وكتير دكتور تأكيدا على كلامك البارحة ورد بحث مفصل في إحدى الصحف العالمية نيويورك تايمز ورد فيه خبر أنه الأشخاص اللي أخذوا لقاح الإنفلونزا في الموسم اللي قبل كوفيد-19 بدت عليهم أعراض كوفيد-19 خفيفة نوعا ما اليوم ماذا تقول دكتور للأشخاص اللي ممكن أنه تتردد بتلقي هذا اللقاح في حالة توصل له بعد أشهر قليلة أو في نهاية العام كالمتوقع يعني حقيقة الأمر أنا أنصح نفسي والآخرين أنه لا نتردد في أخذ اللقاح ما دام أعلن ومن الجهات الرسمية ووزرات الصحة أو هيئة الغداء والدواء أنه هذا العقار آمن وتم التجربته وبتكون مسؤولية استعمال العقار على الجهات الرسمية ولا أتوقع أن أي جهة رسمية في أي دولة أنها تصدر بيان أن العقار آمن وجاهز الاستعمال إلا بعد التأكد مائة في المائة أن هذا العقار بعد كم شهر تقريبا يحدث هذا الكلام دكتور؟ أنا أتوقع نعم أتوقع أن العقار قد يكون جهز في بداية الربع الأول من 2021 نعم 2021 وهذا هو الجواب المنطقي لأغلب العلماء أيضا يؤكدون عليه اليوم نحن دكتور تكلمنا معك منذ أكثر من شهر ولكن اليوم فعليا يصح القوة بأن العالم يقترب أكثر فأكثر من إيجاد هذا اللقاح أنت اليوم كعالم أوبئة هل ترى نهاية الفيروس قريبة مقارنة بالستة الشهر الماضية؟ والله ديانا أنا قلت لك سابقا في رمضان أنه أتوقع أن الفيروس يضعف بنهاية ديسمبر 2020 وفي الربع الأول والربع والنصف الأول من 2021 يبدأ يضعف الفيروس وتبدأ تتكون مناعة شاملة عند الناس وبالتالي قد يكون إصابات لكن راح تخف الإصابات أتوقع إن شاء الله بحول الله مع بداية النصف الأول من عام 2020 يجب أن نكون متفاعلين ويكون هناك همة عالية لأن التراخي والتشاؤم ما هو مطلوب في المرحلة ما أقدر أقول أنه ينتهي إلى مرحلة الصفر لكن أقدر أقول إن شاء الله أنه يخف حدة الإصابات ويضعف الفيروس مع الأشهر القادمة طبعا مع تطبيق كل الاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية مشاهدينا طبعا شكرا لك دكتور كان معنا عبر سكايب استشاري الصحة العامة وعالم أوبيا دكتور مجد تخي شكرا كثير لك على مداخلتك اليوم وإعطائنا كل هذه التفاصيل ترجمة نانسي قنقر